رئيس مجلس الوزراء يوجه بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ المشروعات الخضراء الموائمة لستراتيجية التحول للأخضر الأمم المتحدة تعلن استئناف موسكو العمل بمركز عمليات نقل الحبوب وكيافا تعلن مغادرة سبع سفن موانيها بالبحر الأسود كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية دديدة واليابان تحث المواطنين في وسط وشمال البلاد على الاحتماء الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة ظهران بتوقيت درينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤكدا أنها تأتي كترجمة حقيقية لقمة المناخ التي ستنعقد في مصر بداية الأسبوع المقبل أضف رئيس الوزراء خلال مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن العالم يمر بفترة شديدة الدقة والاستثنائية لم يمر بها على مدار عقود سابقة بعد أيام قليلة جدا من بدء قمة المناخ في مصر لمصر تستضيفها في فترة شديدة الدقة وشديدة الاستثنائية في ظروف يعني العالم كله ممرش بيها قبل كده على مدار عقود سابقة ويمكن احنا قمة المناخ في مصر اللي حتعقد يعني ان شاء الله بداية الأسبوع القادم يعني واخد عنوان مهم جدا وهو يعني الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات اللي ممكن أن تسهم في الحد من ظاهرة تغيرات المناخية وعشان كده اعتقد ان هذه المبادرة الوطنية بتأدي ترجمة حقيقية لعنوان قمة المناخ لحية هذه المبادرة وأنا بواجهة شكر للدكتور محمود لما بدأت الفكرة الحقيقة في هذا العام وبدأنا الخطوات التنظيمية لها وأعلننا عن اللجنة المسؤولة عن بدء تلقي المشروعات المقترحة الكلام ده كله كان في شهر مايو فاحنا عندنا فترة زمنية لم تتجاوز الخمسة أشهر عشان المحافظات تتقدم ولجنة التحكيم تشتغل وتنهي كل إجراءاتها واتشف مدولي عن مشاركة 6211 مشروعا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤكدا أن الدولة المصرية ومن خلال الحجم الكبير للمشروعات تعلن أنها واحدة من الدول الملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تقدم إلينا أكتر من 6281 مشروع يعني تحديدا هذا هو الرقم فده يؤكد شيء مهم جدا أن مصر لديها زخيرة جيدة جدا جدا من المشروعات اللي بالفعل قيد التنفيذ أو حتبدأ أنها تتنفذ أو حتى أفكار حتبدأ في التنفيذ في خلال الفترة القادمة وده يؤكد المصار اللي الحكومة المصرية أخدته في إطار رؤية مصر 2030 اللي هي أيضا ترجمة حقيقية لكل أهداف التنمية المستدامة 17 اللي أطلقته من الأمم المتحدة فالحقيقة الدولة المصرية من خلال هذا الحجم الكبير من المشروعات أكتر من 6000 مشروع بتعلن أنها واحدة من الدول اللي ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة واللي ليها رؤية حقيقية واضحة مترجمة في مشروعات بالفعل بتتنفس قال رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء محمود محيددين إن قمة كوب 27 في شرم الشيخ تأتي في ظلي أجواء عالمية تستدعي حلول المبتكرة مشيرا إلى ارتباط القمة بالتحديات والمشكلات التي يواجهها العالم مثل الطاقة والغذاء والحصول على فرص استثمارية هذه واحدة من ثلاثة أمور ومبادرات أحسبها سوف تميز هذه القمة المرتقبة والتي تتطلع إليها الأبصار عالميا هي القمة الأهم سنويا التي تعقد في ظل رعاية وتنظيم الأمم المتحدة للتعامل مع تحديات المناخ وارتباط هذه التحديات بالمشكلات التي نواجهها مشكلات الطاقة مشكلات الغذاء وأيضا الحصول على فرص استثمارية في ظل هذه التطورات هذه المبادرة كما قلت واحدة من ثلاثة ولم يسبقنا إليها أحد ونرجو الاستمرار فيها وسعدت سعادة بلغة بالقرار بأن تكون هذه المبادرة حدثا سنويا طرعاه الحكومة المصرية قال المناصق العام لمؤتمر المناخ للمشروعات الخضراء هشان بدر إن هناك توده لتكون المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء مبادرة سنوية وأضاف خلال كلمته في مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن جميع المحافظين في مصر أصبح لديهم خريطة بالمشروعات الموجودة داخل المحافظة الخاصة بهم أطلقت المبادرة وتحظى برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية رئيس عفتاح السيسي وتضمن القرار الصادر من دولة رئيس مجل الزراع دكتور مصطفى مدبولي على ثلاث لجان لجنة وطنية للتحكيم برئاس دكتور محمود محيد دين لجنة تنفيذية على مستوى المحافظات برئاسة كل محافظة بالتنصيق والإشراف مع معالي وزير التنمية المحنية ولجنة التنظيمية الوطنية هناك ست مشروعات فئات مشروعات كبيرة مدعوستة صغيرة ناشئة الستارتابس والمرأة مشروعات غير هادفة للربح وبفضلاً عن ذلك واحدة طبعاً شفتوهم في المعرض النهاردة 162 مشروع عدت تقدم بالشكر لهم وأبرك لهم على هذا الجهد الكبير في المساهمة في هذه المسابقة فضلاً عن ذلك قام كل محافظة باختيار مشروع سفير ليكون نموذج ناجح يمثل المحافظة ويعكس أولويات المحافظة ويكون نواة مستقبلية للتنمية المستدامة والحلول في هذه المحافظة نحو تغيير المناخ كرم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الفئزينة بمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذاكية الكبيرة والمتوسطة والناشئة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذاكية بمحافظة مصر كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وأثار التغيرات المناخية تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات والذي أقيم على هامش فعليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذاكية ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة التنصيق مع الجهات المختصة للبدء في تنفيذ المشروعات الخضراء التي تتوائم مع سراتيجية الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر اجتمع وزير الداخلية محمود توفيق مع مساعد الوزير عدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطة تأمين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ اجتمع السيد محمود توفيق وزير الداخلية مع مساعد الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطة تأمين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في بداية الاجتماع عرب السيد وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبدلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني والتي أصفرت عن تحقيق العديد من النجاحات مشيرا سيادته إلى حالة الاستقرار الأمنية على كافة الأصعضة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية والتي أثرت بصورة مباشرة على اقتصاديات الدول كما شدد سيادته على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط كافة صور الجرائم التامونية واستمرار المبادرات الاجتماعية الهادفة لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في إطار التكافل مع المواطنين ورفع الأعباء عنهم وتابع السيد الوزير عبر الفيديو كونفرانس محاور الخطة الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ موجها سيادته على ضرورة التواجد الأمني الميداني في إطار تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأمثل فضلا عن اتخاذ كافة التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة وامتداد الإجراءات التأمينية لكافة محافظات الجمهورية لتحقيق استمرار حالة الاستقرار الأمني وفي نهاية الاجتماع أكد السيد وزير الداخلية على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية معربا عن ثقاته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام المكالة إليهم أكدت وكالة أنباء Associated Press الأمريكية أن استضافة مصر لفعاليات مؤتمر قابا 27 ستوفر فرصة فريدة لأفريقيا من أجل مؤامة أهداف تغير المناخ مع الأهداف الأخرى للقار مثل تحسين مستويات المعيشة وتعزيز مرونة بلدانها في مواجهة تقلبات الطقس وقالت وكالة الأنباء العالمية إن مؤتمر هذا العام قد يكون أفضل وجهة لتمثيل مصالح القارة بشكل أفضل في مفوضات المناخ العالمية جاء ذلك في تقرير أعدته Associated Press حول الإيجابيات التي ربما تعود على القارة السمراء بعد عودة قمة المناخ للأمم المتحدة إلى أرضها من جديد بعد ست سنوات وأربعة مؤتمرات متتالية في أوروبا أعلنت أكثر من ست عشرة وكالة ومنظمة أمريكية توجهها إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المباوسة الرئاسية الخاص لشؤون المناخ جون كاري يترأس الوفد الأمريكي ويرافقه عدد من كبار المسؤولين أضفت أن الوفد الأمريكي المرافق يدوم وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزيرة التاقة والرئيس التنفيذية لشركة ميلينيوم تشالنج الحكومية ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني ومدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المشاركة في مؤتمر قبل 27 بشارم الشيخ بخطط طموحة لتعزيز عمله المناخي وأوضح البنك أنه يلعب دورا رائدا في المساعدة على إزالة كربون من الاقتصادات وتمكين الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة مع تركيز على إشراك القطع الخاصة في معالجة تغير المناخ وصلت وزارة أدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار استراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السهر الرسمي وتمكنت جهود الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 512 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 170 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 82 طن وفي مجال البيع بأزيد من السهر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 30 طن إسمنت كما تم ضبط 57 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السهر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابزة تم ضبط 723 قضية من بينها 171 قضية خبز ناقص للوزن و106 و80 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير فقد تم ضبط 240 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 370 طن رحبت مصر باتفاق وقف العدائيات بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تدراي وأعربت مصر عن تمنياتها بأن يسهم الاتفاق في إحلال السلام الدائم في دولة إثيوبيا وقالت وزارة الخارجية إن الاتفاق يمكن أن يتيح الفرصة لحكومة وشعب إثيوبيا شقيق لإزالة أثار النزاع ومعالجة أسبابه ولتضميد الجروح وإعادة بناء السلام الاجتماعي حذرت وزارة الخارجية المواطنين المصريين من الصفر عبر كافة الطرق البرية من وإلى دولة بوركينفاسو وحشت وزارة الخارجية المواطنين على تجنب اغتياد المناطق المختلفة من بوركينفاسو والتقليل من التحركات غير الضرورية ليلا مع أهمية تجنب مناطق المظاهرات أكد الرئيس العرقي عبداللطيف رشيد ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والمحافظة على المقتسبات الأمنية المتحققة من خلال تطوير الأداء الأمني وتفعيل العمل الاستخباراتي وبدل الجهود الحسيثة لمتاردة بقايا فلول الإرهاب وأشار الرئيس العرقي خلال استقباله مستشار الأمن القومي قاسم الأعراجي إلى وجوب تكاتف الجهود بين الجميع للمساندة عمل الأجهزة الأمنية ودعمها لتأدية واجباتها الوطنية لإرساء الأمن والأمان في البلاد لفتا إلى أهمية عودة النازحين لمناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية والأدواء المناسبة لهم انطلقت أعمال ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل تعيش الإنساني والذي يعقد على مدار يومين بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف وقدست البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاسوليكية وعدد من الرموز وقادة وممثل الأديان وثقافات حول العالم يأتي ملتقى البحرين للحوار برعاية تملك البحرين ومشاركة نحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثل الأديان حول العالم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من شخصيات فكرية وإعلامية بارزة اشتركوا في القناة وإلى ملف الأزمة الأوكرانية حيث أعلنت أوكرانيا أن سبع سفن تحمل منتجات زراعية غادرت موانيها بالبحر الأسود وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن سفن تحمل 290 ألف طن من المنتجات وتبحر باتجاه دول أوروبية وأسيوية يأتي هذا بعد يوم من استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي يهدف إلى إتاحة تصدير المواد الغذائية الأوكرانية إلى الأسواق الخارجية هذا وقد قالت الأمنة العامة للأمم المتحدة في مركز التنصيق المشترك إن الوفد الروسي استئنف العمل في المركز الذي يدير عمليات اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود وأوضحت الأمم المتحدة أن عدد السفنية التي تنتظر عمليات التفتيش تقلص بشكل كبير مشيرة إلى وجود أكثر من 120 سفينة في انتظار التحرق معظمها من السفن التي ستنطلق في رحلات داخلية بعد أن تلقت موسكو ضمانات خطية من أوكرانيا بسلامة السفن التي تعبر ممر تصدير الحبوب استئنفت روسيا مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية وزارة الدفاع الروسي اعتبرت أن الضمانات التي تلقتها حتى الآن تبدو كافية وبالمقابل رحبت كييف بالخطوة وأكد الرئيس الأوكراني زلينسكي أن استمرار اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يعد نتيجة دبلوماسية مهمة لبلاده وللعالم بأسره الضمانات التي طلبتها روسيا من كييف تتمثل في الإبقاء على ممر تصدير الحبوب منزوع السلاح وما اعتبره زلينسكي يظهر مواصفه بفشل عملياتها العسكرية على بلاده بدوره قال الجيش الروسي إنه بجهود الأمم المتحدة تم الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والمواني الأوكرانية المحددة لتصدير المنتجات الزراعية لتنفيذ أعمال عدائية ضد روسيا لكن بوتين هدد بخروج بلاده مجددا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في حال عمدت كييف إلى خرق ضمانات طلبتها موسكو ردود دولية لاقت إعلان موسكو استئناف مشاركتها في الاتفاق إذ رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو كوتيريش بعودة روسيا للالتزام بالاتفاق أما الولايات المتحدة فأكدت أن تجديد الاتفاق سيعزز القدرة على تأمين الاستقرار في هذه السوق وممارسة ضغوط لهبوط الأسعار المتعلقة بالمواد الغذائية الأساسية في العالم دعا وزير الخارجية الروسي سيرديي لفروف الأمم المتحدة إلى المساعدة في تنفيذ جزء من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود بتسهيل استدارات الغذائية الروسية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفضي بعمان فيما يتعلق بصفقة الحبوب نعم لقد سررنا بتوقيع القيادة الأوكرانية على ضمانات بعدم تكرار محاولات استخدام الطرق الإنسانية في البحر الأسود لأغراض عسكرية كما تعلمون فإن جزءا واحدا فقط تم استئنافه من صفقة تصدير الحبوب وهو الجزء الخاص بأوكرانيا وما زلنا لا نرى أي نتائج فيما يتعلق بالجزء الثاني من الحزمة التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة والتي تتضمن إزالة أي عقبات أمام تصدير الأسمدة والحبوب الروسية قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إن الكهرباء انقطعت عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد قصف روسي ضمر خطوط الضغط العالي الباقية وأوضحت الشركة أن المحطة تعمل الآن باستخدام مولدات تعمل بالوقود في حسب مشيرة نيل أن محطة زابوريجيا لديها وقود يكفي لتشغيل المولدات لمدة 15 يوما يعقد وزراء خارجية مجموعة الدول السابع القبرى اليوم اجتماعا في ألمانيا لبحث ملفات من بينها الأزمة الأوكرانية ويشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكين في الاجتماعات مع نظرائه في مجموعة السابع في مدينة مونستر بغرب ألمانيا ومن المقرر أن ينقش الاجتماع صبول زيادة الدعم لقطاع الطاقة الأوكراني من جانبه قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن المجموعة تمثل ألية تنصيق حيوية للتوجهات بشأن القضايا الأكثر الحاحن رفع بنكو إنجلتيرا سعر الفائدة إلى 3% في أكبر زيادة منذ 33 عاما في وقت يحاول فيه السيطرة على التضخم ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 من 100 نقطة مئوية بعد تحذيرها الشهر الماضي من أن الضغوط التضخمية المتزايدة تتطلب استبيابة أقوى مما كان يعتقد في السابق أفاد صندوق النقد الدولي بأن السلطات الأرمينية وموظفي الصندوق توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج احتياطي احترازي مدته ثلاث سنوات بقيمة 165 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأرميني وقال صندوق إن الاتفاقية خاضعة لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومن المتوقع أن يتم النظر فيها في ديسمبر من عام 2022 وسيدعم البرنامج المقترح الاقتصاد الأرميني لتحقيق نحو أو نمو قائم على الاستثمار والمعرفة والتصدير مع الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والحد من الفقر تراجعت لاسهم الأوروبية خلال تدولة على انخفاض حاد بعد أن بدد البنك المركزي الأمريكي أي تأمال في تخفيف سياسات التجديد النقضي التي تستهدف كبحة تضخم بل وألمح إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة لفترة أطول وهبط المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 9 من 10% مع تراجع أسهم التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة بنسبة 1.5% وتراجعت معظم مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية ولكن مؤشر القطاع البنوك ارتفع بنسبة 1 من 10% تقريبا وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه في أوروبا إلى 2.1% هذا وقد تراجعت أسعار النفط بعد رفع مجلس الاحتياطي للتحدي أسعار الفائدة وأدى رفع سعر الفائدة إلى صمود الدولار وزيادة المخاوف من الركود العالمي الذي سيدر بالطلاب على الوقود قال أحد مساعد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إنه أصيب في ساقه في أطلق نار على موكبه في شرق البلاد وذكرت وكالة رويترز الأنباء أن رجل فتح النار من سلاح ألي وأصاب عدة أشخاص إلى جانبي عمران خان مؤشرا إلى أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلام أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية تشمل إطلاقا محتملا فاشلا لصاروخ باليستي عابر للقرات وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية واليابان إن الصاروخ ربما يكون صاروخا باليستيا عابرا للقرات وهو السلاح الأطول مدى لدى كوريا الشمالية ومصمم لحمل رأس نووي إلى الجانب الآخر من الأرض الأمور أصبحت مشتعلة والتوترات بلغت زروتها في الأيام الأخيرة مع بدء سول وواشنطن مناورات جديدة وردت كوريا الشمالية مهددة باستخدام السلاح النووي بيونج يانج لا تلقي لهذا التوتر بالا وتواصل إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية ليصبح عام 2022 عاما قياسيا للتجارب الصاروخية الكورية الشمالية بعد وصول عدد التجارب إلى 30 اختبارا باستخدام الصواريخ الباليستية ومن طراز كروز أيضا آخر هذه التجارب دفعت اليابان إلى إعطاء انظار للسكان في عدد من المقاطعات للاحتماء في أماكن مغلقة خاصة بعد تضارب الأنباء عن تحليق أحد الصواريخ فوق المجال الجوي الياباني وقبل هذه التجربة بيوم واحد أطلقت الجارة الشمالية ما لا يقل عن 23 صاروخا وهو أكبر عدد من التجارب في يوم واحد ومن بين الصواريخ سقط أحدهم على مسافة تقل عن 60 كيلو متر من سواحل سول مما دفع الرئيس الكوريا الجنوبي يونج سوليول لوصف عمليات الإطلاق بأنها تعد على أراضي بلاده كما نددت واشنطن بعمليات الإطلاق ووصفتها بأنها متهورة كوريا الجنوبية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التجارب فقامت بنشر مقاطع فيديو توصق لحظات إطلاق مقاتلاتها الحربية سلاسة صواريخ ردا على إطلاق كوريا الشمالية كما نفذت مناورات مشتركة مع القوات الأمريكية استمرت 12 يوما وبمشاركة نحو 240 طائرة حربية أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي أنه سيمدد المناورات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة والتي تعد الأكبر من نوايها على خلفية الاستفزازات الأخيرة من كوريا الشمالية جاء ذلك بعد ساعة على إطلاق بيونج يونج ثلاثة صواريخ مما دفع اليابان إلى إصدار أوامر للسكان بالاحتماء خلال عمليات إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ تضمنت صاروخين قصيري المدى أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاولي جان أن بلاده التزمت بتعزيز محدثات السلام في شبه الجزيرة الكورية وأعرب المسؤول الصيني عن أمله في أن تتحمل جميع الأطراف المعنية المسؤولية من أجل التوصل لتسوية سياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية لعبة الصين دائما دورا بناء في قضية شبه الجزيرة الكورية والتزمت بتعزيز محادثات السلام ودعم جميع الأطراف لحل مخاوفهم المشروع بطريقة متوازنة من خلال الخوار إن سبب وجزور الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية واضح نأمل أن تتحمل جميع الأطراف المعنية المسؤولية وتتخذ إجراءات مخلصة وأن تلعب دورها في التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أن بعض الأنهار الجليدية الأكثر شهرة في العالم ستختفي بحلول عام 2050 وترقب اليونسكو نحو 18600 نهر جليدي في 50 موقع من مواقع التراث العالمي التابعة لها وقالت إنه من المتوقع أن يختفي سلسوها بحلول عام 2050 شابح يطارد البشرية تغير المناخ فما بين أعصير وفيضانات يأتي القاتل الصامت ليهدد حياتنا جميعا إنه تلوث الهواء ففي تدهور أخير وفي دلهي بالهند على وجه التحديد تحول الهواء الذي يستنشقه السكان إلى دخان فعلي بعدما تجاوز مؤشر جودة الهواء فئتي التصنيف حاد وخطير مما أصارت دعوات لإغلاق المدارس وأظهرت بيانات المجلس المركزي لمراقبة التلوث أن قراءة المؤشر تجاوزت 450 درجة في الكثير من المناطق في ساعة مبكرة من الصباح وتقول الحكومة الاتحادية إن أي قراءة أعلى من 400 درجة تعني أن حالة الهواء يمكن أن تضر بالأشخاص الأصحاء وتنطوي على تداعيات خطيرة على من يعانون بالفعل من أمراض كما أظهرت بيانات لجنة مكافحة التلوث في دلهي أن قراءة المؤشر تجاوزت 800 درجة في بعض أحياء المدينة ويحتاجز الهواء البارد السقيل الغبار الناجم عن أنشطة البناء وانبعاسات المركبات والدخان الناتج من حرق قش البحاصيل في الدول المجاورة لتجهيز الحقول للزراعات التالية منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أطلقت بدورهما أول منصة رقمية للمعرفة مخصصة للمناخ والصحة وقالت المنظمتان إن المناخ والصحة أمران لا ينفصلان فالتغير المناخي وظواهر التقص المتطرفة يؤثران بشكل كبير على صحة الإنسان ورفاهيته نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في عدد من محافظات الجمهورية وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي شددت على أن مصر خالية تماما من وباء الكوليرا وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بأي محافظة من محافظات الجمهورية مشيرة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقص للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال أظهر استطلاع للرأي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن 56% من المصريين أشاروا إلى أنهم على علم بأزمة تغير المناخ ويأتي لستطلع من منطلق الإيمان بأهمية قضية تغير المناخ وباعتبارها قضية حسمة وفي ضوء آثارها السلبية المتوقع عالميا ومحليا سواء على صعيد تغيرات التقص الحد التي تهدد الأمن الغذائي العالمي أو على صعيد تزايد خطر الفيضانات الكارسية شارك وفد من التنسقية في ندوة بمقرد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس وأكد عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد إسماعيل أن الحوار الوطني ضرور الآن في هذه المرحلة الحاردة التي يواجه فيها العالم ظروفا استثنائية كأزمة الاقتصاد العالمي والحرب الروسية الأوكرانية وانعكساتها السلبية علينا وصلت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوتها الجمهورية للتعرف على احتياجات المواطنين حيث عقد عضو مجلس النواب عن التنسقية أحمد رمزي لقاء جمهوريا مع أهالي قرية جزايا بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وخلال اللقاء تم الاستماع إلى أبرز المشكلات التي تواجه أهالي القرية من خدمة مياه الشرب والصرف الصحي ووصلات الغاز الطبعي وتم التأكيد على أن الحوار الوطني يمثل أهمية كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة ويعبر بشكل جاد عن مطالب المواطنين مشيرا إلى أن تنسقية تقوم برفع مطالب الأهالي ومشاكلهم لمناقشتها في الحوار الوطني والصياغتها في توصيات ورفعيها إلى سيد رئيس الجمهورية عقدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية مع مجموعة من أعضاء مركز شباب النهضة بمصر القديمة حول محاور الحوار الوطني ومدى تغطيته لجميع احتياجات المجتمع تناولت الجلسة مجموعة من الاستفسارات الخاصة بالمحور الاجتماعي خاصة مشاكل المياه وصرف الصحي والقهرباء حيث تفتقر المنطقة إلى مجموعة من الخدمات سواء كانت تعليمية أو صحية كما عقدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان انتخابات المجلس المحلي أو المجلس المحلية في الجمهورية الجديدة تصهم النقاشات في وضع رؤية وطريق للتمهيد للوصول إلى الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة وتفتح التنسقية النقاش حول هذا الموضوع الهام مع ضيوف من مختلف طيارات السياسية لبحث الأطر المحددة لوضع تصور لإجراء الانتخابات القادمة يمكن إحنا شفنا مشاهد برضو ديمقراطية كبيرة جدا ومتعددة جدا في البرلمان سواء في انتخابات مجلس النواب أو في انتخابات مجلس الشيوخ وكانت هناك قوائم توافقية يعني شارك فيها معظم الأحزاب السياسية والقوة السياسية الفاعلة في تلك الفترة وشفنا برلمان إلى حد ما هناك حالة من التنوع سواء كان أغلبية أو أقلية سواء كان مؤيدين أو معارضين في النهاية هناك حالة من التنوع لكن فيه سؤال مهم جدا أننا مستعدون حقا لإجراء الانتخابات محلية ده سؤال مهم يعني يجب أن تهتم به الكتل والقوة والطائرات والأحزاب السياسية إنا بنتكلم في شقيين مهمين الشقي فيما يخص الدستور النهاردة وإن إحنا محتاجين حقيقة ألية احترافية بإخراج قانون لا يتخالف مع مواد الدستور ويبقى يديني مرونة النهاردة أننا أقدر أخرج بالشكل اللي إحنا نأمله فيه المحليات عشان تقوم بدوره وده هرجع وأقول إن ده مهم جدا أننا نعول على أننا عندنا كفاءات في الشعب المصر ورشة العمل بتدور حول الإدارة المحلية وإنشاء محافظة للوحاة البحرية كانت جلسة رائعة كان فيها نخب كتير سياسية من أحزاب مختلفة وكان الحاجة الجميلة فيها إن كان فيه تمثيل لشباب الجماعات والشباب عموما كانت النهاردة جلسة هامة جدا متعلقة بقوين المحليات والانتخابات المحلية واستطلعنا رؤية بعض الأحزاب السياسية والطيارات الشبابية ويمكن كمان كان هناك شباب من الجماعات موجودين في هذا اللقاء يمكن الحديث دار بشكل ديمقراطي بشكل حر الجميع قال رأيه تحدث بمنتهى الشفافية والحرية نسقيد شباب الأحزاب السياسيني النهاردة أحيت ملف موجود من 12 سنة وهو إنشاء محافظة الوحاة البحرية التي تضم مركز الوحاة البحرية ومركز الفرافرة بنتكلم حوالي عن مساحة مليون وربع فدان بنتكلم على تعداد سكاني حوالي 200 ألف النسمة بنتكلم على موارد معدنية وموارد زراعية وصناعية وسياحية كبيرة جداً موجودة في المنطقة هناك محتاجين نقدم خدمات في شبكة طرق كبيرة تعملت هناك طريق الوحاة البحرية محتاجين نحن نكمله طرق الوحاة المينية الوحاة الفرافرة ديروت حوار وطني بيشمل كل القوى السياسية والأحزاب حوار وطني جاي شايف اللي هو جاي في وقته جداً مهم جداً اللي احنا نقعد مع كل القوى السياسية والأحزاب بتقول مقترحاتها تقول قراءها في إصلاح سياسي في محور مجتمعي في محور سياسي مهم جداً ورش العمل اللي تبنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فكرة انه احنا يبقى في حوار وطني الفكرة اللي احنا نبدأ نسمع المقترحات نبدأ نسمع كل القراء واجهات النظر اللي موجودة في الوطن وفي المجتمع وعالأساس دوت احنا هنا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدأنا في نعمل جلسات حوارية اللي احنا نبدأ نسمع وكان النهاردة يوم مشمر جدا نحن نتكلم عن الإدارة المحلية ومقترح التقليم الإداري لمحافظة الروحات البحرية إلى ذلك شارك وفد من تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة ولقاء مفتوح مع شباب محافظة بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية والنقابية والسياسية أكد عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد فتحي على أهمية الحوار الوطني وأليات تنفيذ التوصيات والمقترحات شارحا دور لجاني الحوار الوطني ومطالبا الحضور بتقديم أي مقترحات أو رؤى تدعم هذا الحوار انطلقت أولى جلسات الحوار المجتمعي لأهالي مركز الفيوم وتحديدا القرى التابعة للوحدة المحلية بالناصرية استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكد رئيس مجلس مدينة الفيوم أحمد شاكر على وجود تنسيق متكامل بين جميع الجهات ذات الصلة لبحث والوقوف على متطلبات المركز في مختلف المجالات للعمل على تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير الحياة في قرى أرهيف المصري استقبل حزب السادات وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حيث تناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب السادات بشأن محاور الحوار الوطني السياسي والاجتماعي والاقتصادي وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرأ مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاور رئيسية الثلاثة ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها تتواصل أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالحمروين التابعة لإدارة القصير الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لليوم الثاني تعمل القافلة على مدار يومين بمختلف التخصصات الطبية ويتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لدميع أهالي كرة ومدني محافظة البحر الأحمر يمكن مجهود رائع بيقدمه كل فريق محافظة البحر الأحمر في قدرته على التنقل بين كل مدينة والأخرى رغم صعوبة وبعض المسافات موظمين قافلة طبية في قرية الحمروين في مدينة الأصير النهاردة اليوم الأول من فعليات القافلة الخدمات اللي بتقدمها القافلة هي توفير الخدمات الطبية المتكاملة والمتميزة لجميع أهالي وسكان المدن والقرى هدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبعا هو توفير الخدمات للأماكن الأكثر احتياجا والأكثر فخر خدمات الطبية بتضم أننا بنوقع الكشف من خلال مبوعة من الاستشاريين بجميع التخصصات نقدم قدمة للمريض مجانا عندنا أكثر من مئة سنف بيخدم كل التخصصات الطبية المريض بيوم بالكشف الأول وبعد كده بيوم بعمل التحليل اللازم ويصرف العلاج من عندنا كله بالمجان نظمت مؤسسة حياة كريمة حوارا مجتمعيا ومؤتمرا جماهريا حاشدا لأهالي قرى وعزبي وتوابع الوحدة المحلية لطلحة الأعمدة التابعة لمركز صمالوت في محافظة ألمن يأتي ذلك للاستماع لأرأيهم ومقترحتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير ريف المصري والمقرر تنفيذها بتلك القرى في جميع القطاعات وقد تم تقديم عرض عن أعمال مؤسسة حياة كريمة بالمينيا في فعلياتها المختلفة كوصل الخير والمتعلقة بصناديق الحماية الاجتماعية وأولادنا مستقبلنا والتي تقدم خدمات مصرفية للأيتام ورجعين نتعلم والمتعلقة بالحقائب التعليمية وثداد المصرفات المدرسية وكذا مبادرة إبدأ التي قدمت العديد من الخدمات المتعلقة بتطوير الصناعات المصرية هذا وقد نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية في قرية تانجريد أولى مبادرات الحوار المجتمعي لمبادرة حياة كريمة وتعمل المبادرة على تطوير الريف المصري وتم استعرض ما تم إنجازه خلال البهود مؤسسة حياة كريمة في قرى ومراكز محافظة الغربية وما تستهدفه المؤسسة من خلال الفعليات وهو توعية شباب الجامعات المصرية بأهداف وأليات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية وما تم إنجازه حتى الآن النهاردة من سلسلة حواراتنا المجتمعية في محافظة الغربية أو بالتحديد في مراكز المرحلة التانية من مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية وعلى رأسها مركز باسيون اللي بصراحة طلع معجزة اسمها كابتن محمد صلاح من قرية نجريج واللي بدأنا فيها النهاردة أولى حواراتنا المجتمعية ومنحابب نقلق حابين نقول للناس تاني إن إحنا عندنا معجزة تانية اسمها حياة كريمة بتحقق لكم كل اللي انتوا عايزينه بتوفر لكم أبسط حقوقكم اللي يعني سواء تحرمتم منها من فترة سواء عندكم طلبات في بعض المحاور حياة كريمة موجودة عشان تحققها لكم أتمنى إن شاء الله بإذن الله مركز باسيون يبقى من ضمن أفضل المراكز على المستوى اللي هتتحقق فيها حياة كريمة هتتنفذ فعلا إن شاء الله بإذن الله من بداية شهر واحد هتتنفذ على أرض الواقع وإن شاء الله بإذن الله مركز باسيون يبقى من أفضل المراكز تم اختيار قريتنا ودي حاجة تشرفنا وحاجة تساعدنا إن هي تكون استهلال اللقاءات المجتمعية بأسرة حياة كريمة بالكرة وأعتقد إن كانت نجريجي أن الحمد لله نظراً لمتميز به من عزيمة وإصرار بالنسبة للكابتن محمد طبعاً جعل إن هي تكون المقصد الأول إن إحنا تكون بداية تشيين حياة كريمة داخل قريت نجريجي نحن طبعاً سعداء جداً بحياة كريمة بمساعدة الرئيس لنا وللبلد حضرتك ونتمنى من الله إن إن شاء الله التوفيق بإذن الله للشعب والرئيس والحكومة والجيش والشرطة أيد واحدة نحن من شباب القرية بشكر السيد الرئيس عن فتاح السيسي أديك شباب عرفنا قيمة مشروع حياة كريمة والمشروع فعلاً خلاص يعني عرفنا ما فيش قيمة بين القرية والمدينة أصباحة القرية زال المدينة بالضغط يمكن أحسن أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودا أن مدينة شرم الشيخ أتمت استعداداتها لاستقبال وفود مؤتمر قمة المناخ من مختلف دول العالم وأن المدينة أصبحت أولى المدن الخضراء صديقة للبيئة جاء ذلك خلال استقبال فودا للسفير الهولندي بالقاهرة والذي أبدى إعجابه شديد بالمدينة عقب تطويرها وتناقش في عوامل متعددة تساهم في تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة كما أبدى السفير الهولندي إعجابه بتطوير منظومة النقل النظيفة بالمدينة تحربنا من الأطمر تفصيلنا أيام بسيطة في الحقيقة دي الثاني الزيارة للسفير الهولندي الثاني الزيارة اللي هي هنا وهو وصل إلى المدينة وقاعد معنا لجاءت يوم عشرين في الحقيقة هو جاي يعني يأكد ويأكد الدعوة ويأكد وجودنا هنا وجوده هنا معنا وجوده البرامنستر بتاع هولندا ومجموعة عجل اللي هو جيبها من هولندا يعني يقرر أنه هو إن شاء الله في نهاية المؤتمر هيهديها للمحافظة فنسعد به ونسعد بالشعب الهولندي بالكامل افتتح محافظ مطروح خالد شعيب عددا من المشروعات التنموية والخدمية والتعليمية بقرية القطراني بمدينة براني بمطروحة وتفقد المحافظ قافلة مؤسسة تبصير للكشف على أمراض العيون التي تم تنظيمها بقرية القطراني بمدرسة الشرصية للتعليم الأساسي لخدمة أهالي براني والمناطق المجاورة نهضة بنحتفل بفتاح صرح علمي عظيم وهي مدازة تعليم أساسي مدازة أولاد يحيل في عمق في الصحراء وده الصرح طبعا يعني نتوارف الصحراء يقضي على تصرب من التعليم وفي الوقت نفسه مجهز بأجهزة أعلى تكنولوجيا موجودة وهذا النوع من التعليم الجيد إن شاء الله يشجع ويزود نسبة الحضور في الوقت نفسه واضحة أننا كنا اتفاقدنا قافلة طبية وهي قافلة بصيرة خاصة بالكشف على العيون والنظر لكل أولادنا وبناتنا في جميع المدارس داخل مدازة براءة مدازة قطراني بنخلال أنهم يكشفوا عليهم ويصفوا أدوية للمحتاج أدوية بيعملوا نظارات للمحتاج نظارة في الوقت نفسه المحتاج عمليات بيتحول لإجلاء العمليات داخل بستشفاءات مدازة مطروح في الوقت نفسه 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 بدل النهضة افتتاحها مياقم 92 بيل موجودين عندين هنا في قائد قطراني بناضافة إلى تجهيز عربيات لنقل المياه للأماكن من فاش مياه أطلق حزب مستقبل وطن المرحلة الخامسة من مبادرة هدية الرئيس الخاصة باستبدال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز بعدد من المحافظات أكد الحزب استمرار المبادرة المجتمعية الهدفة إلى تفعيل رؤى الرئيس أسيسي نحو الجمهورية الجديدة نظم حزب مستقبل وطن المرحلة الخامسة من مبادرة هدية الرئيس الخاصة باستبدال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز بمحافظات قناوة الشرقية سوهاج والمينيا الأقصر والفيوم الوادي الجديد وأسيوت ويؤكد الحزب على استمرار مبادراته المجتمعية التي تهدف إلى تفعيل رؤى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة ترجمة نانسي قنقر نحن نشكر السيد الرئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والله احنا جينا سلمنا الجديم وهنا نستلم جديد والله ما دفعنا أي فلوس وعله حتى جنيه محمد عبد الحميد ياسين من محافظة الأقصر وبارك الله فيك رئيس واحنا مأيدينك في كل خطوة اختيات انا اسم محمد حسين علي عبدالعال من محافظة الواد الجديد تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر نحن درجب عبدالرشيد من حافظة المانيا مركز برماظار جايين بنسلم العربات البجول الجديمة وبنستلم مكانها عربية جديدة من مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وربنا يخليلينا ويخليل مصر وتحيا مصر نحن درجة الواد عبدالرشين جديده نحن درجة الواد طوة أختيات حتى عدرقنا يبقى على شأن الففاف نحن درجة الوادح تحيا مصر وتحيا مصر ويقع بنا وتحيا مصر متشارة عظيم السلام لمصر وأرضها عبدالله نبهين محمد من محافظة الميني مركز بنامزور بشكر سيادته على المشورة العظيمة اللي عمله ده وربنا يخلي المصر وتحيا مصر وتحيا مصر تحيا مصر وربنا خليك لينا سعادة الرئيس قطر ألف خير وربنا يعلم إنشاءه كمان وكمان ويعود له في صرحته وفي عافيته إن شاء الله عظيم السلام لمصر وأرضها عظيم السلام اللي بيحبتها عظيم السلام ناصر وحيد محمد من محافظة الشرقية جيت سلمت على العربية القديمة واستلمت العربية الجديدة وكان فيه تسهيل جميل جدا في الإجراءات وربنا يبارك لينا في عمر سيادة الرئيس يا رب سلامنا عربية من بدارة الرئيس هدية وإسلم الرئيس والله خليل غلاب الرئيس وبركنا الله فيه أنا أحمد حمدي حسن تمام من سهد بسم الله من شاء الله يعني إمكانيات تمام بسم الله من شاء الله عربيات حديثة معدلة مية في المية وتحية ومصر بتحية ومصر بتحية ومصر اعتراض ما يبقى على شان التفاة ومصر تفقى بينا أعلى وتبقى عنده لدها أولى وهو ده بقى معنى الوفا والإمقنات تعظيم سلام لمصر وأرضها تعظيم سلام لللي بحبها نشكر سيادة الرئيس وتحية مصر وتحية مصر تفضل حياة العمرها مصر 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 تحية مصر ربنا يخليكو يا رب يخلي السيسي تحية مصر تحية مصر تحية مصر بشكل يا رئيس تحية مصر تحية مصر تحية مصر رب ده خليكو يا رئيس رب ده خليكو يا رئيس نشكر رئيس جاب لنا عربية حديثة وجايين النهاردة نستريمها نوابني من الفيون بتحية مصر تحية مصر تحية عبد بتحية السيسي نشكر سيادة الرئيس على الهدية الجميلة احنا سلمنا العربية القديمة واستلمنا عربية جديدة شكرا جدا لسيادة الرئيس تشكلي تحية مصر انا جاية من محافظة جنة وكانت هنا يعني التسهيلات تمام كلها وبنشكر السيد الرئيس ويا رب يكون ناصر للغلابة كده وعشمانين فيه في اللجاء ان شاء الله نحظة جديدة وبهذه المبادرة مبادرة هدية الرئيس تنتهي نشرة الثالثة لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز اللجاء بها من أخبار رئيس مجلس الوزراء يوجه بتنصيق مع الجهات المختصة لتنفيذ المشروعات الخضراء الموائمة لاستراتيجية التحول الأخضر الأمم المتحدة تعلن استئناف موسكوى العمل بمركز عمليات نقل الحبوب وكاذا تعلن مغادرة سبع سفن موانيها بالبحر الأسود كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية جديدة واليابان تحص المواطنين في وسط وشمال البلاد على الاحتماء ختم نشرة أسالسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري شكرا للمتابعة وضمتم في أمان الله اشتركوا في القناة